مساء الخير لم تتأخر المقاومة في تسييل حبر بيان غرفة عملياتها عن اطلاق مرحلة جديدة تصاعدية مع العدو الاسرائيلي الى افعال في اراضي الميدان واجوائه في البيان وعد بان هذه المرحلة ستتحدث عنها مجريات واحداث الايام المقبلة اولى هذه الايام كانت شاهدة على عملية صاعقة تولتها مسيرة او اكثر انطلقت مع صياح الديك وتجولت في سماء فلسطين لنحو ساعة كاملة قاطعة مسافة سبعين كيلومترا قبل ان تطلق نيرانها على منزل رئيس الوزراء الاسرائيلي بن يمين نتنياهو في قصاريا شمال تل ابيب المنزل اصيب مباشرة لكن نتنياهو وزوجته سارة نجوا على اعتبار انهما كانا نازحين منها هو فشل امني خطير جدا على حد ما نقلت وسائل اعلام عبرية عن مصدر عسكرية فيما ذكرت اخرى انه تم رفع حالة التأهب حول كل رموز السلطة في الكيان العبرية بعد ساعات على الهجوم المسير اطل نتنياهو بتصريح مقتضب قال فيه اننا سنواصل حتى النهاية ولا شيء سيردعنا اما مكتبه فحمل ايران المسئولية عن محاولة اغتيال رئيس الوزراء الاسرائيلي ضربات المقاومة اليوم لم تقتصر على عملية قصارية اذ اطلقت نحو 150 صاروخا بعضها من الطرازات النوعية على اهداف عدة في عمق الشمال الفلسطيني وصولا الى صفض وعكة وحيفا ما ادى الى العديد من الاصابات البشرية والمادية اما على الجمهة البرية فقد استمرت المواجهات بين المقاومة وقوات الاحتلال التي زجت بلواء اخر في المعركة لكن المقاومين واصلوا التصدي لها وافشل محاولات جديدة للتسلل من اطراف عيت الشعب وفي عمق الجنوب والبقاع لا ترتاح الطائرات المعادية في رمي صواريخها على القرى والبلدات لليوم الثامن والعشرين على التوالي واذا كان المشهد العدواني على حاله فان جديده استهداف الضاحية الجنوبية حيث تركزت الغارات العنيفة والمتتالية التي شمها الطيران الحربي المعادي على برج لبراجني وحارة حريك وللمرة الاولى طالت الغارات الاسرائيلية منطقة جوني حيث سقط شهيدان في غارة لمسيارة اسرائيلية على السيارة التي كان يستقلانها على الاوتوستراد في الحراك السياسي يتوقع يزور الموفد الرئاسي الامريكي اموس هوكستين لبنان في مستقبل قريب جدا على ما اعلن بنفسه في تصريح صحفي ورجحت مصادر اعلامية ان تتم الزيارة الاسبوع المقبل وقبل ان يحط في بيروت شدد هوكستين على ضرورة تعديل القرار 1701 وقال ان الوقت حان لانتخاب رئيس للجمهورية